مرحبا بكم أصدقائي في حلقة جديدة على قناتنا في هذه الحلقة أحبابي الكرام سوف نتعلم طريقة إنشاء حساب جوجل ادوارد مجانا بدون عمل حملة طبعا نعلم أن جوجل ادوارد البعض يحتاجه من أجل عمل حملة إعلانية لكن البعض يحتاجه فقط من أجل الكلمات المفتاحية وطبعا حتى تمتلك حساب يجب على الأقل أن تقوم بعمل حملة إعلانية الآن كيف نقوم بفتح حساب جوجل ادوارد بدون أن نقوم بعمل حملة أو دفع أو وضع معلومات الدفع الخاصة بنا تابع معي أول شيء إخواني الكرام ما يجب عمله وهو أنك تقوم بتتبيت أحد الإضافات الخاصة بالVPN سواء برنامج خاص بالحاسوب أو ملحقات خاصة بالمتصفح كمثال هنا أنا أستعمل هذا الإضافة الخاصة بـ Free VPN for Chrome أنت يمكنك استخدام أخرى المهم هذه إضافة التي أعمل بها بعدها إخواني الكرام عندما تقوم بتتبيتها أول شيء يجب أن تقوم به وهو إعدادها وتجدونها هنا أنا أنصح أن تضعها على USA على الولايات الأمريكية المتحدة لماذا؟ سأخبركم لماذا؟ أبحث على USA على الولايات الأمريكية المتحدة ثم أضغط هنا لتشغيله يجب أن تتأكد من أنه تم تشغيله وهو عبر فقط هنا أكتب My IP هكذا وأنظروا يعني هو IP خاص بالولايات الأمريكية المتحدة الآن ما علينا أن ندخل إلى حسابنا Google AdWords نضغط هنا يعني هذا هو الرابط الخاص به في أول صفحة كما تشاهدون اضغط على الخيار الأول أو اتركه هكذا Get More Call بعدها إخواني الكرام ننزل إلى أسفل ثم نضغط هنا على Switch to Experiment بعدها أحبابي الكرام تظهر لكم هذه الصفحة هنا إخواني الكرام لو أنك مقيم مثلا في أحد الدول العربية أو الدول التي لا يدعمها مثلا Google AdWords في الحقيقة لا أعلم يعني الدول التي يدعمها أو لا يعني حتى تقوم بإنشاء حساب بدون حملة مثلا أمريكا يقبلها لماذا؟ لأنك لو أنك في دولة عربية أو دولة أخرى لا يدعمها فهذا الخيار هنا لن تجده لن يظهر لك أنا استعمد الVPN أمريكي حتى ظهرت لي يجب أن تظهر لك هذا الخيار نضغط عليها وهنا يمكنك أن تقوم بملء هذه الإعدادات نضغط هنا مثلا دولار نضغط هنا أمريكا نختار هذا الخيار نختار هنا العملة الدولار هذه الخيارات يعني تبقى عندك أنت وإعدادها يعني كما تريد نختار دولار هنا نضغط خيار ثاني ثم نضغط هنا وبعدها تهانينا تم فتح لك حساب جوجل ادوارد نضغط هنا ومبروك عليك تحصلت على حساب جوجل ادوارد مجانا بدون عمل حملة طبعا إن كنت تريد يعني معرفة أين موقع آدات جوجل ادوارد الكلمة المفتاحية نضغط هنا ثم نأتي إلى هنا نضغط هنا وهذه هي الآدات إن شاء الله في الحلقة المقبلة سنشرح لكم كيف تعمل بعبر هذه الآدات وطبعا آدات جوجل ادوارد الكلمة المفتاحية هي تساعدك في معرفة الكلمات المفتاحية الأكثر بحثا على محرك البحث جوجل وكذلك معرفة متوسط أسعار التكلفة للنقارات أو نسبة النقارات نعم النقارات الخاصة بالإعلانات وهذا تساعدك في زيادة أرباحك على أدسنس إلى هنا انتهينا من الحلقة أرجو أن تنال هذه الحلقة إفادتكم ولا تستود دعمنا بالاشتراك معنا في القناة والضغط على زل الجرس حتى يصي لكم تحديث الفيديوهات الجديدة ترجمة نانسي قنقر